أعلن الأمين العام بوزارة إدارة الأراضي والحكم المحلي أعلن انطلاق رسمي للورشة التدريبية حول إدارة المياه والصرف الصحي لصالح رؤساء بلديات جادة محمود حسن سم رؤساء بلديات مختلف المدنة الجادية الذين حضروا أعمال هذه الدورة حول إدارة المياه وخدمات الصرف الصحي سيناقشون خلال فعالياتها مواضيع عدة منها مواضيع تتعلق بفهم جيد لمتطلبات واحتياجات المواطنين الأساسية سيما الخاصة بالإدارة المثالية وكيفية الوصول إلى مياه الشرب وبخاصة الصرف الصحي ذلك في ظل سياغ مشاركة المواطنين في الشؤون المحلية ومحاسبة المنتخبين ممثل برنامج دعم الإدارة الرشيدة الذي يعمل ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي في جاد المموئل لهذه الرشية أكد أمام المشاركين وقوف البرنامج بجانب البلديات الجادية والاستمرار في تنظيم مثل هذه الدورات المتعلقة بإدارة المياه وخدمات الصرف الصحي حتى تكون البلديات قادرة على الرد عن طلبات سكانها الأمين العام لوزارة إدارة الأراضي والحكم المحلي طاهر أولو حسن في إطلاقه لعمال هذه الرشية فقد أكدها بأنه وأمام هذا العزة الذي تعاني منه بعض البلديات فقد قررت الوزارة بأن تعمل على تحسين كفاءة مسؤولية البلديات وكذا المنتخبين المحليين من أجل تزويدهم بالمهارات بهدف تصميم وإعداد استراتيجيات تعكس التعبير عن اللامركزية والتنمية المحلية ذلك بفضل الدور المحوري الذي تلعبه البلديات ستستمر أعمال الدور